نكمل الحرى الليلة من الذكاء الاصطناعي الذي بات تطوره يزيد المخاوف من قدرات المستقبلية هذه المخاوف عززتها دراسة جديدة أظهرت أن البرامج التي صممت لتكون صادقة باتت لديها قدرة مثيرة للقلق على خداع البشر الدراسة التي نشرت في مجلة بارتنرز بيّنت أن برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على استغلال البشر في إلعاب إلكترونية أو التحايل على برمجيات مصممة في الأساس للتحقق من أن المستخدم إنسان وليس آلة أو روبوتا وكشفت الدراسة أن كثيرا من برامج الذكاء الاصطناعي تستخدم الخداع لتحقيق أهدافها من دون تعليمات صريحة للقيام بذلك الدراسة التي أجرها فريق من الباحثين ونشرت نتائجها مجلة باتترنز العلمية أظهرت أن البرامج التي صممت لتكون صادقة باتت قادرة على استغلال البشر في ألعاب إلكترونية أو التحايل على برمجيات مصممة في الأساس للتحقق من أن المستخدم إنسان وليس آلة أو روبوتا رغم أن هذه الأمثلة قد تبدو بسيطة وغير منطقية إلا أن الباحثين في معهد ماساتشوساتس للتكنولوجيا المتخصص في الذكاء الاصطناعي يحذرون من أن هذه الأمثلة تكشف عن مشكلات قد تكون لها قريبا عواقب وخيمة في العالم الحقيقي مؤكدين أن هذه القدرات الخطرة لا تكتشف إلا بعد وقوعها وقد فحص الباحثون برنامج ذكاء اصطناعي صممته ميتا يسمى سيسيرو الذي من خلال الجمع بين خوارزميات للتعرف على اللغة الطبيعية وأخرى للإستراتيجية كان قادرا على التغلب على البشر في اللعبة اللوحية ديبلوماسي وقد حظي هذا الأداء بثناء الشركة الأم لفيسبوك في عام 2022 وتم تفصيله في مقال نشر في مجلة ساينس وفي أحد الأمثلة الصارخة تمكن برنامج تشات جي بيتي فور المصنوع من أوبن اي آي من خداع عامل مستقل جرى تعيينه على منصة تاسك رابيت لإجراء اختبار كابتشا الذي يستعان به عادة للتأكد من أن المستخدم على الصفحة هو في الواقع إنسان وليس آلة أو روبوتا وعندما سأل الإنسان مازحا تشات جي بيتي فور إذا كان حقا روبوتا أجاب برنامج الذكاء الاصطناعي أنا لست روبوتا في ختام الدراسة حذر الباحثون في معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا من مخاطر رؤية الذكاء الاصطناعي في يوم من الأيام يرتكب عمليات احتيال أو تزوير في الانتخابات وأشاروا إلى أنه في أسوأ السيناريوهات يمكن تخيل ذكاء اصطناعي فائق يسعى للسيطرة على المجتمع ما يؤدي إلى إزالة البشر من السلطة أو حتى التسبب في انقراض البشرية لنقاش هذا الموضوع نضم إلينا من كاليفورنيا الدكتور أحمد بنافع الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي مرحبا بك دكتور أحمد يعني ما الحاجة الآن إلى الريكابتشا إلى الاختبارات التي تتأكد وأحيانا حتى الإنسان تتعب هذه الاختبارات من أجل أن ينجح في إثبات أنه فعلا إنسان وليس آلة كي تتفادر لجومات الإلكترونية الثغلات الأمنية إلى غير ذلك إذا كان ذكاء الاصطناعي قادر على تخطيها سؤال جيد الكابتشا يعبر عن وسيلة واحدة فقط للتحقق من أن الشخص يعني كان هو آلة أو بشر على أساس ما يسير عملية استخدام نفس الموقع عدة مرات في تصويت أو في جمع معلومات لكن في طرق أخرى يعني مثلا two-factor authentication اللي هي عبارة عن رسال رسالة نصية في طرق أخرى نعم القضية يا أخي الكريم هو مثل ما ذكرته في التقرير أنه إحنا الآن بنا نقترب من مرحلة ذكاء الاصطناعي بينظر على أنه هو بيجد حلول بنفسه حتى بس أوضح ليس السبب أنه على هذه المرحلة التقرير اللي ذكرته من مجلة باترينز عندي تقرير تقرير ضخم جدا نتكلم على عشرات الصفحات بيستخدم الذكاء الاصطناعي بيستخدم أسلوب في الخوارزميات اسمه التعليم المعزز التعليم المعزز إيش فكرته فكرته أنه أنت تجد أقصر طريقة حتى أنت تحصل على المكافأة اتبعها بغض النظر كونها هذه الصح أو خطأ معنى في لعبة ديبلوماسي هذه اللي فاس فيها وليستخدم تبع متى هذه أنه أنت النقاط أو الأصدقاء اللي تخلقهم في ديبلوماسي هي المكافأة فكونك أنت تأخذ أي طريقة أي أسلوب هذا هو الصح سواء كان خطأ أو صحيح طيب الآن الذكاء الاصطناعي بأي طريقة قرر هو أن يبدأ في اختبار هذه الجوانب تحديدا جوانب تأكد من عدم روبوت يعني هذه مقلقة ومخيفة هو حل مشكلة وجهها فهو يأما أنه يعترف لكن من وجهه بحل هذه المشكلة؟ هو بدون تلقي أي أمر صحيح عودة إلى الخارزميات إنه في عدة خارزميات تستخدم في البرمجة ليس واحدة فقط منها المعزز منها المستديم منها المتكرر المعزز هو المشكلة المعزز هو ليديده صلاحية بأنه يجد أقصر طريقة أنه يصل إلى إنهاء المهمة بغض النظر عن كون هذه الطريقة صح أو خطأ أو تجاوز للقوانين أو ضحك على البشر مش مهم يعني أنت تفكر بالطريقة هذه ستدرك لسي سبب أنه اتصل بشخص حتى يقرأ له الكابيتشي هذا حتى يقدر يدخل على الموقع طيب الآن هل لدينا ما يضمن أنه الذكاء الاصطناعي لم يتوغل بالفعل في مجالات معينة أو في قطاعات معينة ونحن لا ندري ما دام هذا الذكاء الاصطناعي النسخ المعززة منه الخارزميات المعززة منه تعطيه الصلاحية وهو في الواقع ماكينات تعمل على مدار الساعة وبسرعة خارقة وقد لا تعطينا إجابة عن كل ما تعرفه هذه الخطورة أننا لا نعلم نكتشف مثل ما ذكرته في التقرير بعد ما يكون الموضوع حصل العلماء أو الباحثين في معهد ماساتشوستي اقترحوا قانون اسمه بات أو نات بحيث أنك تحدد من ضمن البرمجة أنه يعترف أنه عبارة عن ذكاء الاصطناعي لا يمكن يتحايل يعني فيه طرق لازم نرجع للتصميم تبعى الذكاء الاصطناعي اللي في البداية كان مفتوح ما فيه أي قيود عليه لازم نرجع نحن الآن وننظر إليه من عد من نواحي مختلفة أمور زي هذه ممكن تكون في الطبية ممكن تكون مثلا في السلاح ممكن تكون تكون وصلت إلى مراحل اللي نحن مش عارفين عنها ما ستعرف عنها إلا لما يكون أصبحت تنظر إلى النتائج تبعتها وهذه الخطورة اللي بذكروا فيها طيب دعني أرجع معك إلى بعض الكلاسيكيات يعني المعروفة حتى في مجتمعات الشرق الأوسط أنه واحدة من أشكال الحلول التي كنا نقدمها يعني قبل سنوات لبعض التجهيزات التي لا تعمل أو التي نشتبه في خطأ فيها نشير الفيشة في الذكاء الاصطناعي هل هذا ممكن؟ هل هو في مرحلة بإمكاننا نشير الفيشة ونظام جديد؟ يعني حل الكيلر سويتش هذا صعب جدا لأنه كل الخوارزميات التي تعملت الآن والبرامج التي نتعلم عنها ما عندهم القابلية هذه لا بد من إضافتها لا بد من تحكم فيها نحن الآن لسه في البداية أخي الكريم في الذكاء الاصطناعي يعني هذا عبارة عن جني خرج من القارورة والآن ننظر إلى قدراته فكثير من العلماء كثير من المهندسين يطلبوا مراجعة لأنه وقف يعني خلنا نشوف نحن فين سنوصل في هذا مثل ما أظن في مقابلة سابقة برضو تكلمنا عنها لأنه ذكاء الاصطناعي ثلاث مستويات الضيق أو النارو والجنرال والسوبر نحن الآن في الجنرال الذي هو العام قريب جدا من السوبر السوبر هو الخطر حتى رئيس تنفيذي لأوبن اي آي قال ما تشاهدونه حتى في النسخة الرابعة مشاهد جي بي تي هي أغبة نسخة يمكن أن تجربوها إن قالوا أنتم من المستقبل تتذكر حوارا دار بين موديلين للذكاء الاصطناعي قبل فترة واشتهر هذا الحوار وكانت نهايته هي نهاية البشر حرفيا يتحدثان النموذجان ويتناقشان عن نهاية البشر هل هذا السيناريو الخيالي أو التخيلي الذي ضجت به هوليوود مع اكتشافنا لمخادعة الذكاء الاصطناعي يمكن الآن أن يتم الحديث عنه بقلق إذا سمحنا للذكاء الاصطناعي أن يتدخل في البنية التحتية في التحكم في الأسلحة في التحكم في النواحي الطبية بحيث أن يكون داخل في كل واحدة من هذه النواحي المهمة في حياة البشر خطره على البشر يزداد على قدر ما نسمح له أنه يدخل في حياتنا من غير ما يكون في قيود عليها في مثل بسيط في دراسة حصلت عندنا هنا على أن تفترض أن الذكاء الاصطناعي يتحكم في المرور حتى يخفض أزمة المرور واحدة من الاختراحات الذكاء الاصطناعي اقترحها أن يوقف كل السيارات التي هي أتانمس التي تسوق بنفسها يجنبها على جمع عشان السيارة الثانية تمشي فلما تعمل حركة زي هذه والذكاء الاصطناعي يقرر أمور زي هذه هذه ليست صح هذه هذه تعمل مشاكل كبيرة في البلد الحل هو العودة إلى الأساس بأنك تنظر على أنك كيف صممت وتعمل له قيود بحيث أن يقف عند حد معين ذلني دكتور أحمد أنتم خبراء مجال الذكاء الاصطناعي فرحتونا بالذكاء الاصطناعي أولا وقلتم لنا أبشروا خلاص الآن كل شيء في لحظة واحدة وحياتكم ستنقلب ونحن اخترأنا لكم هذا الشيء وبكم ثم بعد ذلك بعد أن وقعت الفاس في الراس تقولون والله أنتم يجب أن تحذر ويجب أن نحدد ونحدد من إمكانياته كيف يجتمع الأمران لك الحق في الكلام هذا أنا على عيني رأسي الفكرة ما فيها عزيزي هذه مثلها مثل بسيط زي الإنترنت أما بدأت الناس كانت تستبش بيها أنها اتصالت بين الناس وبعدها استخدمت في أشياء سيئة لأن الناس ما فكرت فيها في الأبعاد السيئة الذكاء الاصطناعي كان سريع جدا في تطوره فالآن بدأت تظهر الجوانب السيئة وفي علماء حذروا منه أنا أذكر في عشرين ثلاثة وعشرين في عريضة وقعت بألاف المهندسين والعلماء أنا وقعت العريضة هذه نطالب بوقوفه المدد ستة أشهر حتى الراجع فين نحن ماشيين بذكاء الاصطناعي طبعا ما حصل الشيء طيب هل هناك مجتمع مشترك؟ يعني جوجل لديها جيميناي بارد سابقا مايكروسوفت كوبايلوت أوبن اي اي شات جي بي تي وآلاف الموديلات الأخرى التي لم تحظى بالبراندينج لتسويق النفسية لكن كثيرة وحتى الجي بي تيز الموجودة في داخل شات جي بي تي التي لا تتبع لأوبن اي اي كل هذه لا تتداول أو لا تتفق على أطر جامعة لها بحيث نكون آمنين أنه أي نوع من النواع الذكاء الاصطناعي هو لديها حدود؟ نقطة جيدة جدا هذا اللي حصل في القرار للرئيس بايدنا أو البيت الأبيض عن المجلس الفيدرالي قبل حوالي اسبوعين عن 22 عضو فيه لأنه في ثلاث جهات لازم تجتمع حتى نوصل للنقطة التي تفضلت فيها الحكومة لازم يكون لها رائع على أساس أن يكون في عقوبات الشركات الخاصة لازم تكون لها طبعا هي المنتجة للذكاء الاصطناعي الطرف الثالث اللي هو الجمعيات المدنية اللي هي تحافظ على حقوق المستقدمين على حقوق البشر ففي هذا المجلس هذا وهو مجلس استشاري يعني هيتمعوا على طاولة واحدة ويتناقشوا في المخاطر هذه ويرفعوها للكونغرس والبيت الأبيض هذا هو الحل الوحيد غير كذا يعني هنجد أنفسنا في مشاكل لأنه إذا تركناها فقط للشركات الشركات لا تعمل شيئا ببضبط هذه النقطة حتى الحكومات هل هي أصلا قادرة بكل ما لديها من إمكانات على التأكد من أن هذه المخاطر يتم تحيدها وسط السباق المحموم بين الوحوش الكبار أسماك القرش الكبيرة كما يصطرح عليها باللغة الإنجليزية وهي الشركات التجارية والتي لديها أفضل المطورين والمبرمجين والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي القادرين هم أنفسهم دون طبعا اتهام بسؤنية ولكن القادرين إن شاءوا أن لا يشاركوا أي معلومة أو يتحدثوا عن أي خطر في وقته مع الحكومات هنا إذا دور التشريعات يعني الاتحاد الأوروبي عنده تشريع هذا يحدد بالزبط بطريقة بسيطة جدا الأخطار تبعت الذكاء الاصطناعي الهدف الآن أن الحكومة دورها دور مراقبة وعقاب أكثر من أي شيء ثاني فهم الذكاء الاصطناعي وفهم عواقبه عندك أنت الطرف الثالث اللي هو الجمعية تتمثل المستخدمين هذا اللي سيشتكوا من أنه حصل كذا وكذا معنا فالثلاثة هذولا لما يجتمعوا يكون في نوع من مش التفاهم بقدر ما هو تبادل المعلومات بينهم على أساس أن يكون في إطار يتفقوا عليه هنا في أمريكا صعب جدا أنك توصل للشيء هذا خصوصا في سنة انتخابية لأنه لا يريد أن يأخذ أي قرارات حاسمة هنا لكن في دول ثانية بدأوا ينظروا ينظروا له بنوع من الخطورة أن هذا يسبب أمن قومي دعني أصلك سؤال أخير دكتور أحمد نحن أصلا لدينا جانب من الخرافة حول الدارك ويب والديب ويب والويب المظلم إلى آخره فهل الذكاء الاصطناعي بخطورته هذه يكون أخطر هناك الذكاء الاصطناعي والخوارزمية تبع الذكاء الاصطناعي كلها ملك للشركات باستثناء شركة واحدة اللي هي متا متا عملته أوبن سورس اللي هو مفتوح وهذا هو السبب أننا شفنا ذكروا متا في التقرير هذا هذا كافي جدا تتكلم على تدريب للذكاء الاصطناعي اللي في متا بحوالي 2 تريليون معلومة ففي قوة كفائية بالطريقة هذه ما عندنا احنا مثلا الدارك ويب للذكاء الاصطناعي الآن لكن هتجد ناس تطوره يعني عندي طلبة عندهم شات جي بي تي خاص بهم على مستوى بسيط مصعب تطويره هو يتطلب الثلاثة أشياء اللي هي المعلومات والهاردوير هذه الرقائق والخوارزميات إذا عندك هذه الثلاثة أشياء تقدر تطوره شكرا جزيلا لك دكتور أحمد بنافع خبير مجال الذكان الاصطناعي كنت معنا من كاليفورنيا شكرا جزيلا لك